اشتركوا في القناة عدد من الضحايا من المدنيين ازر مجلس القيادة الرئاسي قرارة جديدة اقتضت تعيين ثلاث قيادات امرية جديدة على خلفية التمرد الاخواني الذي قاده عبد الرب العكب ونص القرار على تعيين العميد الركن عادل بن علي اهادي قائدا لمحور عتق وقائدا للواء 30 مدرع وتعيين العقيد مهم سعيد محمد ناصر قائدا لقوات الامن الخاصة فرع محافظة شبوة وتعيين العميد الركن فؤاد محمد سالم النسي مديرا عاما لشرطة محافظة شبوة اتهمت الحكومة ميليشيات الحوثي بنهب 150 مليار ريال يمني من ايرادات المشتقات النفطية الوارد عبر ميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الانسانية واكدت الحكومة في بيان ان هذا المبلغ يكفي لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي لمدة ستة اشهر وحملت الحكومة ميليشيات الحوثي كامل المسئولية عن توقف صرف مرتبات موظفي الدولة بعد اقتحامها صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة والبنك المركزي عقد مجلس القضاء الاعلى الجديد اولى جلسات اجتماعاته بالعاصمة عدم رئاسة القاضي محسن ابو بكر وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بعالة تشكيل مجلس القضاء الاعلى اكد القاضي ابو بكر ان المرحلة الحالية تتطلب من الجميع تضافر الجهود والعمل كفريق عمل واحد لتوحيد اراء القضاء والعمل على تعزيز دوره ومكانته وتحقيق العدل وسيادة القانون وناقش المجلس حقوق واجبات القضاء ومتطلباتهم وسير العمل في المحاكم والنيابات وترتيب اوضاعها والية عمل المجلس خلال الفترة القادمة نهاية الموجز الى اللقاء